مملكة العربية السعودية مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله والمرتكز على ديمومة التنسيق واستمرارية التشاور لتظل العلاقات بين البلادين الشقيقين في أعلى مستوياتها في كافة المجلة وتجاه كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من النفع والخير على الشعبين الشقيقين وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن إنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سيكون بمثابة انطلاق استراتيجية مهمة جديدة في العلاقات الأخوية والتلاحم القوي بين البلدين ومنصة محورية في تطوير التنسيق وتعزيز آليات التعاون الثنائي على جميع الأصعدة من جانبه أعرب معالي الدكتور إبراهيم العساف عن اعتزازه بزيارة مملكة البحرين وبالعلاقات الأخوية الراسقة بين البلدين وما تتسم به من ازدهار في شتى المجالات مضيفا أن مجلس التنسيق سيعد إطارا جديدا ومتكاملا للتعاون المشترك بين البلدين هذا وقد قدم المهندس عماد ألمحيسن مدير عام المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عرضا فنيا للخطوات القادمة لمشروع جسر الملك حمد وكذلك المشاريع المستقبلية لتطوير جسر الملك فهد وفي نهاية الاجتماع تم التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والذي سيتفر عنه عدد من اللجان المتخصصة في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستثمارية والإعلامية والاجتماعية وغيرها من المجالات الحيوية لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا المجلس وكان معالي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف قد وصل اليوم إلى مملكة البحرين حيث كان معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في مقدمة مستقبلية ترجمة نانسي قنقر